إلي باسيل شريك مؤسس بستوديو كاراميل الفكرة اللي أطلقها مع شريكه رمي أبو شديد شريكان مبدعان نجاحا بعالم الدكور والتصميم ونيلي جوائز وانتقلوا عفواً بالمشروع إلى أوروبا مع إنجازهم المهم الأشهر يلي هو تحت عنوان العربية المحمولة أهلا وسهلا فيك وشرفتنا ويعطيكم ألف عافية وألف مبروك للجوائز شكرا للمشروع في طبعكم شكرا للمشروع أهلا وسهلا إلي مشروع كتير حلو شابين أنت ورامي رامي مسؤول عن الديزاينز أنت مسؤول عن البيزنس بألفين وستعاش بدأ كاراميل مضبوط تحكي لنا القصة بلشت كاراميل من تليفون واحد كان مطعم بلبنان بمعنفخي الاسمه بارن هذا مطعم رابي حتي جوائز وكان بده يرجع يصمم الكورت اللي هي العربية فدأت للمصمم طبعا رامي وشديد وهيك بلشت من هون طرأيت وتخلصنا أول ديزاين بلشتو يكتبوا عنا بالمجلات وينما كان بالعالم ووالبيبر مجازين، فينانشل تايمز، ليفونت، أوريان لجور فكبريت الشغرية من هون من لبنان هو مطعم بلبنان؟ بلشت كلها من لبنان هناك لبنانية ديزاين لبنانية عربي أصيل ونتقلت كلها للعالم من وراء بس أنه كان حلو الديزاين كان شيء غير على العادة كان شيء إنوفاتيب ما كان في منه قبل وانطلقت من وقته ربحنا جويز بي فرنسا بمعرض ميزون أبجي اللي هو أكبر معرض بي فرنسا بي بيليز وأهمة واحد فينا كمين ميزون أبجي مزبوط اسمه ريزيينغ تالينت أورد يعني الموهبة الساعدة ومن هنا كمين انطلقنا عملنا كلابوريشن مع شركات فرنساوية وبلشان يعرفونا أكتر العالم أكتر وأكتر بالمجال تابعنا بالفرش و بالكورس اللي انتو تميزتو بالديزاينز بالتصاميم بالدكور ولكن تميزتو حصلتو على الجائزة بي رايزنج تالنت اوورد على موضوع البرون خلينا نقول او العربية اللي كنا عم نحكي فيها فينا ناخد تفصيل اكتر عن موضوع البرون هيكي ديتيلز البرون كورت هي واحدة من العربية اللي نحن نعملون تسميتها لأول مطعم اللي عملنا لقيه اسمه بارون مطعم هادعيه بس اوكي فكرت انا العربية سميتوها هيكي اه لا هي سميت على اسم المطعم اوكي فهون بلشيت ولينا انه هيدا نيش انه في عالم كتير بتحب هيدا الشيغلة وما في مننا كتير ديزاين ما في مننا كتير تسميم فمن هون جانا خلقناها ونوعناها اذا بتتذكروا كمان بكل بيوت القديمة في كتير مننا كانوا يجيبوا عليها صحون الاكل من المطبخ كيف ها مش من هونطل هذه الفكرة بس هلأ اختفت اني لان البيوت صارت صغيرة صار صعب بس نرجع نشوفها على الكاميرا بليز هيدا 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 خشب وولنت سيكون الصمدي بعضها متل ما هي تعرف المحل بما نخيل فكتير ها فيديوتي هيدا هيدا هو قصة التصميم وهيدا هيدا هيدا هي قوة الدزاين الاول لانا دزاين الاول مش بس لذي يكون حلو لذي يكون دوربل وفونكشنل كمان يقدروا يستعملوه العالم يقدروا يبرون بسهولة يقدروا يستفيدوا منو العالم اكتر شي فيون ونكون كمان كتير حلو بنفس الواد. فينا نحكي عن أبرز التصاميم والمشاريع كمان اللي اشتغلتوا عليها غير هايدي. ايه عنا كتير هلأ حاليا عم نشتغل مع أكبر فريق فوتبول بفرنسا ببريز. وعم نشتغل مع مطاعمة كبيرة بنيوارك وبعتنا على دوباي كمان على مطعم بالأوبرا. آخر كارت عملناه بري سباشل رح نطرق بلبنان. بيوتال بلبنان. ما فينا كتير نصرح عنه بس رح نزل سون على البيجر سبعنا على الانستغرام. if you want you can follow us on instagram studio.carameli and you'll see. بتجرى بتشوفوا كل شي. اوكي. سو مش بس عربات فرنيتشر كامل كل شي. اللي بس شفت التصميم بس خيلت بس لنا عربي. أنا دغري مثل ما قلت برجع عراس هيك للأديم. وفيها حفر وفيها اشياء فيها زخرفة بس العربي اللي شفتها it's super nice. بنفس الوقت فيها شي سيمبل. موظف. يمكن رامي بيحكي اكتر عن هيدا البارت بس اكيد انت بتعرف من وين تستوحوا التصميم. رامي نوصمم بس دايما نحكي مع بعض ونعم بريتسورمين يصور فرامي عنده موهب كتير كبير. ومش نيك نحنا صواب نشتهد صواب فريق طبعنا بيمشى متل ما هو. تصوحي من الكولتشور طبعنا من السقافة طبعنا من لبنان من عالم العربي من العالم نحنا كمان بفرنسا فنخلط كل شي مع بعضو تنطلع شي مميز. ومتل ما قلت انا ما فيه ظهر. تصينا عم تخلطو شوي القديم مع الجديد كمان. مضبور. الستايل اللي ساموه vintage modern. هذا البنش اللي قاعد عليه رامي اسمه groove collection. اللي قاعدين انا رامي عليه. اللي هي كمان براند لبنانية تشتغل مع ديزناينرز لبنانية وبتصنع بي لبنان كمان وبالعالم العربي. لكننا نقول تحية كتير كبيرة لرامي على هالديزاينز الحلوة لانه افكاره جدا مبتكرة وجديدة وبنفس الوقت حافظ على ال vintage اللي موجود عنا. اللي بما انه انت ماسك خلينا نقول صايد البزنس او التسويق او الماركتنج. اليوم نحنا بنعرف انه لبنان بأزمة والوطن العربي او العالم ككل بأزمة من ورا كورونا الانفليشن والتضخم اللي عم بيصير حول العالم. كيف عم بتتبع فكرة التسويق شو اللي بلان الاستراتيجية طبعك؟ تحية لرامي. وضع يكون عنديك برودكت عن جد حلو. قصة الماركتنج بسيط احيان. نحنا لقلنا الفورنيتشر منو سمبلي شي تحطي طاولة ببايتك. تحطي تحطي طاولة ببايتك. وتدفع الفورنيتشر طبعك ويضاين معك كأنو عم بتوفر على المدى الطاويل. ونحنا البوزيشنينج طبعنا بيكون شوية عالي. تدفع الفورنيتشر طبعنا. بس اللي فيهم بعض تدفعون. بس اللي عم بيخدو شغلي ضيان. يعني اليوم أنا بس هتقطع ضياني خمسين سنة ببيتي. عملت انفستمنت. مضبوط أكيد. ومثل ما قلنا بايرن ضياني كتير ست سبع سنين من ضياني وماشي حالة. فقاب ضياني كتير. وهذا كمان منيح للبيئة. لأنو وطا ما تكب الفورنيتشر طبعك ويضاين أكتر. ما بتصنع غيره. فكله هدا نحنا منفكر فيه. نحنا عم نصنع نحنا عم نخترع على البروداكت طبعنا. بالديزاين طبعنا بالتسميم طبعنا. كله منفكر فيه قبل بوقت. وبيخد معنا وقت كمان طويل يعني. بس مبدئيا الشركة صالها شي سبع سنين. تعتبر يعني بعدها جديدة بعالم الشركات اللي كتير كبيرة. فيتير شركات خصيصا بإيطاليا فرنتشر كتير كبار. انتو عم بتنافسون. يعني انتو عم بتنافسوا بسوق مش سوقكم بسوق برا انترناشنال. وهو كتير صعب. البيز بفرنسا. الشركة مسجلة بفرنسا. نعم. وبتشتغلوا هونيك. تحكينا هونيك شو بيسير. بيوروب كيف عم تنافسوا. نحنا صرنا سبع سين نشتغل مزبوط. بس وقفت فترة. وجاءنا اللعنة عنه جديد بـ 2021. يعني انتو عم نحنا صرنا سنتين تقريبا بسوق. ومثل ما قلت اتفالي كتير فيها تنافس كتير فيها كتير في ديزاين بالعالم. مخصوصة بالعالم الأوروبي بالفرنسا وبإيطاليا. صح. بس نحنا التوتش طبعا السقافة طبعا اللبنانية والعربية كمان لنستعملها. بيحبوها كتير. هيك وكمان منشدة عليها كتير بالديزاين طبعا وبالابتكار طبعا كمان. عم نشوف بعض الصور هيك من التصاميم اللي بتعملوها. بتعرف عم شوف انه كمانا خلينا نقول يوزر فرندلي. هي منستعملها للكمبيوتر. بس انه ببيتنا صار بدنا كل شي هيين. وبدنا كل شي مودرن أوقات. وبنفس الوقت فيه هيدا التوتش البنتج. قدي بتحرصوا انه عن جد يكون سهل على السيدة تشتغل بالبيت. او حتى على سنجل بيبول عايشين لحالهم. مزبوط. هيدا أكتر شي نحنا نركز عليه. وهيدا الكورت اللي عم تشوفوها هلاء شاشة اسموه ناسيونال. معمول للبيوت الصغيرة بفرنسا. تقدروا يستعملوه بالبيوت الصغيرة بفرنسا. بس اللي بيلفت النظر هو انه مش البيوت اللي عم تشوه أكتر شي. القتلات. المطاعم. والعالم بده تغيير المطاعم تبعه كمان بالمطاعم في كتير كمبتشن. فبيستعملوا الفرنتشر تبعه كلمال اللي يكونوا دفرنت عن غيرهم. يكونوا غير عن غيرهم. وهيدا مثلا صار فيه مننا بي دوباي بالأوبرا تبع دوباي. بمطاعم بأوبرا تبع دوباي. فيه مننا بنيويورك كمان. شو هي هاي بس؟ العربي. هيدا ناشونال كورت اسمه. نعملت على ناشونال دي بفرنسا. كان فيه كمبتشن ونعملت لهيدا شي. وهيدا بيت بفرنسا كمان. كتير حلوة. وديزان كتير حلو. هيدا حلوة كتير. هيدا هايلاينر. كمان فيه مننا على فرنش أوك. وعلى جوز كمان على والنات. الحلوة بالديزان سبعانا فيكم تغيره كتير بالألوان. فينا نلعب بالماتيريز كتير. بالحديد بالخشب. بالديتيلز تبعون. فكتير فرستايل يعني. وبيستعملوا كتير أصص يعني. مش دروري تستعملون للقهوة. فيك تستعملون للشاي. فيك تستعملون للأكل. فيك تعمل بدي كي. هيدتيو كرياتيو. هيدا كمان أخدوا مننا بارون. هيدا الكارت معمول للأيس كريم. هيدا اللي مجيبه العديان. هيدا معمول للسيستام المكانيس طبع. وبيجي فيه برات تلج من جوة. بيستعملوه بالصيفية للأيس كريم. وبالشاتفية بيستعملوه للأيسترز للسماء. بس هو منو خشب كأن يكله. هيدا معمول من حاس ومن حديد. لا يضاين الأيس كريم فيه مينموم. هيدا الحرارة الضالة مضاينة. حبات الديتيلز اللي مراكزين علي. يعني كل ديتيل إلى ديتيل. مضبوط. كله مدروس على الديتيل. وهذا الشيء بيميز كمان الصناعة طبعا. الصناعة اللبنانية طبعا كتير. فيها دقة. فيها شطارة. فيها موهبة. ومشان هيك نحن نشتغل كمان منصنع باللبنان. غير أنه نحن لبنانية وننتمم نحب الوطن طبعا. بدون نشجع الصناعة اللبنانية على الأقل خلينا نقول. أكيد. ومشان هيك نحن كمان منصنع باللبنان. ومنورد كمان الفلكسيبليتي طبعا. يعني عنا بيشتهلو هون باللبنان. بيشتهلو هون بدي قطع بعد جمعتين. بيعملو لي كيها بأوروبا صعبة كثير. بيشتهلو هون بديها بجمعتين. بيشتهلو موعد. صحيح. إلي لفتني أنا عم بتطلع هيك شوي على التصاميم. هل التصاميم كلها كوستم ميد معكون؟ أو عم بتصنعوا مثلا بكثافة وعم بتصدروا؟ هلا كثافة ما منصنع بكثافة. منصنع مش دائما كوستم ميد بس منركز كتير على الكوستم ميد كمان. منصنع كمان أور أونلين. عنا قصص كرامال مين ما كان فيش شيا بس عالطلب قبل وقت بيطلبها. وفيه limited quantities. It's very exclusive. يعني نعمل القطع نعملها 12 مرة 15 مرة. بعدها من نغيير design. ما منعمل أكتر من هيك. تدلها عندها هاد ال special field. Special touch طبعا. بس ال Custom Aid بنشغل عليه كتير خصوصي مع المطاعم. مع الشركات الكبيرة. مع العالم. العالم العنجات بدون شي ما كتير بيلبق مع بيتهم. بدون شي ما كتير بيلبق مع بيتهم. بدون شي ما كتير لقلون. كمان مشتغل كل شي كوستميز. التصنيع ذكرت إنه بلبنان. والأيدي العاملة هنا اللبنانية. المتيريز اللبنانية. يعني شو الصعوبات اللي عم تواجهوه. عم تجيبه من بره. عشو عم تعملوه. عشو عم تعملوه. لسوء اللحظ ما عنا كتير. رعو ماتيريز مستعملو من لبنان. صعاب كتير. منستورد من بره. وحسب البردكشن طبعنا. كل مصنع بيجيب غراده من مطرح. نحن نحن بحيخ انتعاد السيح لها. من نجيب الاستنائة على هذا الشيء. نحن نحن من بره. نعملوه بأمولاج معي. نعملوه بشيك معي. ونقوم نصدموه بره. كمان نكون عم مصادرهو البره. نكون عم نساهم بالصناع و بل الاكتصاد. ما هو الصعوبات اللي عم تواجهوهه هلأ؟ اللي عم تواجههي هلأ؟ كان الصعوبات اللي عم تواجههه هلأ؟ بيه، أكيد فيه. مثل حالها شركة عم نجرب تقلع أكثر الصعبات هي الحالة نحن فيها الاقتصاد العالمي مش بس العربي أو اللبناني الصعبات كمان بالتسويق مننا كثير هينة تسوق شيء بهالسعر بهالسعر وهالأيام فمنجرب نلاقي حلول وينما كان ومنحمس كمان العالم يعملوا نفس الشي مع كل صعوبة فيها إلى حل ومع كل مشكلة فيها إلى حل قد ما تكون مشكلة صعبة قد ما تكون الصعوبة صعبة منها مش رح تكون مش آخر الدنيا مش آخر الدنيا ما فيش بوقي حدا عن يبتكر وعن يعمل شغل وعن يحسن بالوضع اللي هو فيه إن شاء الله دايما تبقوا بها الهمة يعني إلي أنت وشريكك لأنه نحن بنعرف قدال يوم الشاب اللبناني عم بيتعذب يمكن لا يقدر يمكن يوصل أفكاره أكتر لا ينجح بالرغم من كل السعاب اللي عم نعيشها نحنا يوميا بالبلد بدي أعرف منك اليوم بما أنه ذكرت موضوع التسويق يعني مرة تانية كيف عم تقدر تصرف هالسوق الإنتاج للخارج؟ نصرف بمعنى أنه نعمل أنه تبعته لبرة يعني هذا الشيء كمان فيه يكون فيه صعوبة خصوصا أنه بتعرفي اللبنان منه على صعيد سياسة منه كتير متفق مع غيره ففيها كتير صعوبات بس فيه عنا حلول وفي عنا شركات بتساعدنا يعني ومعنا صعبة يعني نحنا قدرنا نقلع من تقريباً ماشي ومن هون طلقنا من لبنان طلقنا فمتل ما نحنا قدرنا نعملها في مين ما كان يعملها والكتابعات على صعيد وطا أنت تكون الزخيرة كتير بساعدوك تتسوئل product تبعك وتتسوئل في أنت الموهبة تبعك الموهبة الحالة بتفتحليك باب بس النهي البرسيفرانس والشخصية تبعك deal compang kelped communicating بالأسرار يمكن هوا اللي بيحققنا بالأخير طماناتنا ضد لينا مسرعين ان رائع بإتجاه معين اللي بتصممه أكيد غير العربات زكرنا بتصممه sut textures رح نحكي عمل اكتر ونشوف كمان حكي Wadeًا عن هي دي شو هايدي طبورة هناك كمان معمول مع بيت كولكتفز، جروف كولكشن، هيدا مستوحية كمان من بيبلوز، من العالم تلع بيبلوز، رجع درجة التابوري، رسال الله، هيدا كتير، هلو، هيا حلو اكثر هيدا كمان، اتسا كولابراتيشن مع بكشة ديزان وعيشتي، تتوازا كومتتشن هون بلبنان، هيدا بول حديد، كان طابح حديد، وكل واحد كان لازم يخترع شيئ فيها، نحن بالفورنيتشور طلعنا كرسة، ونعرضيت وقتها نباعد بيأيشتي، كنت الوحيدة، شو طلعوا شيء تاني مننا؟ طلعوا كتير قصص، في كتير قصص غريبة طلعيت، نحن طلعت معنا شيء فونكشنل وديزاين، بس أهم شيء إذت كومفي، مريحة للعادة؟ إنه كتير مريحة، وهيدا كرسة كمان تاني، هيدا كرسة تولي تصفرة، معمولة من خشب وحديد، هيدا ليباليو الإسمال كمان تحتوا بقوت السفرة، بتاع في الديزاينز كتير فونكشنل مبينين، يعني رامي يفكر بكل التفاصيل، ومش ناكي بتاخد معنا كتير وقت، البروستس تبع الدزاين، وتطلق بروديوه من جديد، من الأول، بياخد معنا شهرين، دلاتة، لا نهاينا أبداً، هيدا شو؟ هيدا تسليبري، مع تيفي ست، معمولة كلها من حديد ونحاس، وفيها توش خشب كمان، وهيدا كتير صعبة كمان للتصنيع، بس كمان تسليبري، هالستايل تحس بده بيوت معي يعني، مش بأي بيت ممكن يلبق الستايل، لأنه كلها حديد، ايه أكيد، في الانتيريور، مطلوبة كانت منكم ولا؟ هيدا عمناها مع شركة في فرنسا اسمها كان ديزاين، كمان كان شركة لبنانية بالأصل، وكمان تقلت على فرنسا، وهي بشكل ديزاينرز، بس شو قصد كلابرايشنز، كذلك كزا مهريا؟ مضبوط، وهذا اللي بخلينا نحن نكبر أسرع وأسرع، الكلابرايشنز، لأنه منفوت مغارد مع بعض، بيساعدونا بالتصنيع، بيساعدونا بالتسويق، ونساعد بعض، كل واحد عنده شيء قوي فيه، جيد سراتيجي، ايه، لمن عم تتوجهوا خيتيماً، يعني، عم تتوجهوا للإليت، للنخبة، أو عم تتوجهوا لكل الناس؟ فيه بارتي منا عم تتوجه للإليت، أكيد، فيه منا بارتي كمان عم تتوجه للمطاعم، وللأوتليات، اللي بده تستفيد وشي غير عن غيرها، وده أساس كوستمايزابل، أساس فيها تستعملها لقلة، يعني بتلبق مع الانتيريور طبعا، ومطل ما قلت إنه حديد ما بلبق وينما كان، لذلك كمان نشتغل كمان عم تتوجه للمطاعم، غير هكذا، لنقول إنه كلفة الحديد كثير غالية، خاصةً بها الأيام، يعني سعرها قد يكون هيدا، إلي باسيل، شريك مؤسس في ستوديو كاراميل، شرفتنا، وغود لك، مرسي بكم، شكراً لك، شكراً لك، شكراً لك، شكراً لك، شكراً لك،